الصورة جيدة وشفنا اقبال في عدد من اللجان هل ده معناه ان الرقم كبير؟ معرفش هل ده معناه ان الرقم قليل؟ معرفش ولكن اللي قدر اكده لحضراتكو ان انت عديت مرحلة ان انت تجيب نتيجة سيئة يعني اللي قدر اكده لحضراتكو هي بقى جودتها قد ايه؟ ده اللي حيبان لسه بكرة انما تحية كبيرة لأهل اسكندري تحية كبيرة لأهل المنوفية تحية كبيرة لأهل سهاج تحية كبيرة لأهل بني سويف تحية كل الناس اللي راحت واشتغلت وعملت لازم تحية وتشكرها والتاريه زي ما انتوا عايزين اللي عايز التاريه يتاريه ما هو انت بتتفرج دلوقتي حابفين وعين من المشاهدين نوع من اللي هو حابب العملية الانتخابية فحيشوف الناس دي ويقول ايه؟ ربنا يكرمها انا كمان نازل بكرة وحد مش حابب العملية الانتخابية حيقول ايه؟ ربنا ياخدهم ويكلم ناس اللي هو ما تنزلوش هو ايه صح في الامر؟ الصح في الامر خلوا كل واحد يعمل له عايزه انتوا عايزين نتعلم ديمقراطية ولا نتعلم ديكتاتورية فليذهبوا الى اللجان او لا تذهبوا الى اللجان لسه بكرة يا جماعة الاداء جيد احنا في التجويد احنا في الرقم الجيد الرقم اللي انت تشوفه وتحس ان ده يليق بيك يليق بمصر يليق بالانتخابات دي الشيء العظيم وده اللي احنا كنا بنقوله من الاول اللي هو اخد عيالك معاك العاي اللي بعارف لما يبع عنده خمسين سنة بعد كده يقول انا من تلاتين سنة كنت موجود فيه انتخابات رئاسية يتعلم يعني ايه انتخابات يتعلم يعني ايه ديمقراطية يتعلم يعني ايه اختيار كل الاشياء دي جميلة اللي احنا شفناه جيد ولكن لسه بكرة ارجوك اللي منزلش وما عندوش اسباب تمنعه يعني لو هو مثلا مقاطع ولا هو كاره ولا هو مش عايز ولا هو مش مش شاري لحدوتها كلها لو انت مش من النوع ده لانه النوع ده انا محترمه جدا وهو حر ولو اخوانجي كل ده هو حر انما لو انت من الطرف التاني لو سمح تنزل بك قول صوتك واختار او امنع او ابطل او اقامل تصويت عقابي او ادي الرجل اللي انت عايش شكلنا جيد يعني معرفش اقولك جيد قد ايه كويس الحكم والمحج بكرة بكرة اليوم الاخير وطبعا اللي قاعد النهاردة يتفرج على الماتشو واللي مش عارف ايه واللي مستني الاخر لحظة واللي هيكلمني بكرة يقول ليه الحق مش عايزين يفتحولنا اللجنة طبعا كان في اشعاعات انه في يوم رابع اللجنة النهاردة قالت نفيش يوم رابع هو بكرة اخر يوم بكرة اخر يوم فالناس كلها اللي عايزة انا بشكر كل قرى مصر وكل اهلنا في الصعيد وكل اهلنا في الريف المصري اللي نزليهم جماعات بيدوا درس بيدوا نموذج شيء جميل جدا خلت لعفاص الاعلان ونرجع تاني الفقرة قادمة بقى عندي شوية سور عندي شوية تعليقات عندي شوية ملاحظات عندي شوية اخبار عن الانتخابات المصرية 2018 شيء جيد شيء محترم بشكر كل الناس اللي عملت حاجة النهاردة ما كنت في اللجنة قائد اللجنة قائد التأمين شاب صغير كده وايه تتصور معاه يعني حاجة تفرح عارف حتى ان انت تشوف ولادك دول واخواتك وتقف معاهم وتتصور وتتكلم وطبعا حتى حضرة القاضي اللي موجود وشباب صغير الشاب اللي مسؤول عن الانتخابات شاب صغير كلهم شباب اللي بيديروا العملية انا داريتي في عبدين ان انا من موريد وسط البلد يعني دخلت وخرجت في ديئتين شيء عظيم كمان نحن وصلنا للمرحلة دي انت داخل عارف انا رقم 1241 عبدين السنوية نبار وراء وزارة الداخلية دخلت وخرجت في 3-4 دقايق كان يمكن حتى يعني العمل وقت انه كان فيه مرسلين حد من موقع مصراوي حد من النيل للاخبار وقفت ديت تصريحات فاحنا وصلنا للمرحلة ان الواحد لازم فعلا يحس انه انها عملية ادارية وبتتعمل في وقت سريع جدا